في الوقت الذي ينتظر فيه عوائل المنظومين والأبرياء إقرار قانون العفو العام يخرج علينا سيد العبادي بتصريحات شديدة اللهجة تدعو إلى التخندق الطائفي والعنصري ضد أبناء المناطق الغربية الذين كانوا تحت مطرقة داعش الإرهابي وسندان القوات الأمنية التي منعت خروجهم وفرارهم إلى العاصمة بغداد إلا بوجود كفيل وإلا عبر منافذ بزيبز التي ذل عليها الكثير من أبناء هذه المحافظة ومن الشيوخ والنساء والأطفال وعانوا ما عانوا في هذا المخرج المخرج هذا البائس الذي يتذكره الأنبارين بحسرة اللي هو منفذ بزيبز بالتالي صاحبة عمليات التحرير اختفاء قصري وتغييب لآلاف العراقيين في مناطق الثرثار والرزازة والصقلاوية وصلاح الدين وغيرها من المناطق بالتالي يخرج علينا تصريح أن أغلب المغيبين هم من الإرهابين طيب أحدث العاقل بما لا يعقل فأنصدق فلا عقل له كيف لك أن تسمي شخص مغيب لم يعرض على القضاء لم يتم تدوين إفادات لم يتم التحقيق معه هو لحد الآن مغيب كيف لك أن تسميه إرهابي وهو مفقود هذا تخبط واضح وهذا محاولة لإثارة الشارع ومحاولة لاستعطاف بعض الأصوات النشاز التي تدعو إلى الطائفية وتدعو إلى التخندق العنصري والطائفي ضد أبناء الشعب الواحد اليوم في الوقت الذي ننتظر فيه العفو عن الأبرياء والمنظومين الموجودين خلف القضمان في السجون العراقية تخرج علينا هكذا تصريحات ومن شخص كان في السابق رئيس وزراء الحكومة العراقية الذي هو مسؤول عن كل الانتهاكات وعن كل الأشياء التي صاحبة عمليات التحرير في المناطق المحررة نعم أجددوا التحرير نعم أكمل الفكرة أهالي الأنبار وأهالي المناطق المحررة ينتظرون مصير أبناءهم المغيبين لا ينتظرون هكذا تصريحات من السيد الأبان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر